نعم ما هي الأموال التي تتجف فيها الزكاة أربعة السائمة من بهيمة الأنعام السائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول من الأشجار التي تكون في الأراضي التي ليس لها مالك ولم يعني يزرعها السائمة من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم الإبل ذات سنان أو سنانين والبقر أو الجواميس والغنم سواء كانت ماعز أو ظا نعم خرج بهذا ما لو كان لديه خيول مثلا أو دجاج أو ما إلى ذلك السائمة من بهيمة الأنعام لابد فيها من الحول نضي الحول وأن تبلغ النصاف ذكرنا النصاف في الإبل من يعرف بلوغ النصاف في الإبل كم؟ بلوغ النصاف في الإبل نعم خمسة من الإبل من واحدة إلى أربعة هذا ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها تخرج من غير الجنس هذا فيما دون خمسة وعشرين في كل خمسة شاء ستة من الإبل شاء تسعة شاء واحد فما بين الخمسة ودون العشر هذا أعلى من الخمسة ودون العشر هذا وقص يعني ما بين الفريضتين فالنظر الأولى فيها شاء الفريضتان فيها شاء الثانية فيها شاء شاء لها أسماء تنسب إلى الأم الصغيرة تنسب إلى الأم بنت مخاف ما تم لها سنة وبنت لبون ما تم لها سنتان وحق ما تم لها ثلاث سنين وجذعة ما تم لها أربع سنين وسوف يأتينا أن ما تم لها خمس سنين أثني من الإبل مفهوم نعم طيب فإن جاوز بلغت الخمسة والعشرين إلى مئة وعشرين هذه نرجع فيه للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن جاوزك يكون في كل خمسين في كل خمسين أجلس من يعرف نعم في كل خمسين حقا وفي كل أربعين بنت لبون والوقس تسعة فما دون فلو خرج معك الوقس عشرة فالحل خطأ ومثلنا بأمثل طيب الثاني البقى تبيع ما تم له السن أو تبيعه ومسن أو مسن ما تم له سنتان من ثلاثين إلى تسعة وثلاثين تبيعه تبيعه بلغت أربعين إلى تسعة وخمسين إلى تسعة وخمسين مسن أو مسن ثم بعدها تحسب ولا اشتاء والوقس تسعة فما دون نعم طيب الغنم إذا بلغت أربعين ففيها الزكاة ودون هذا ليس فيها شيء إلا نشأ ربها ففيها الشاف لكانت أربعين إلى مئة وعشرين طيب فتح الله عليك بعدها هذا الأول السائم بهمة الأنعام الثاني نعم تقدم الخارج من الأرض أي الحبوب والثماء زكاة الحبوب والثماء لا يشترق فيها مضي الحول مجرد ما يأتي وقت الحصاد وآت حقه يوم حصاد ولا يأخفر إلى يوم طيب الحبوب والثماء خرج بهذا الفواكه والخضروات كم مقدار الزكاة ننظر في كيفية السقي إذا كان السقي بغير كلفة ففيها العشور وإذا كان بكلفة أي بمشقة ودفع مال وإخراج ومولدات وما لذلك فيها نصف نصف العشور هذا خارج من الأرض الثاني الثالث من يعرف نعم الثالث زكاة النقدين الدهب والفضة والعملات الورقية عندنا زكاة الذهب لابد في الذهب الفضة من مضي الحور وبلوغ النصاب سواء كان في الذهب أو في الفضة فنصاب الذهب 85 جراء فما فوق دون هذا ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها طيب أما الفضة 595 جراء زكاة النقدين زكاة الأموال النقدية الآن عندنا ماذا نصنع عند مضي الحور تنظر كم لديك من مال وتنظر في مقدار ما يساوي 85 جراء من ذهب و 595 من فضة أقل سعر هو النصاب في العملة الورقية طيب كم مقدار الزكاة تقسم على 40 والحمد لله الرابع الرابع من الأموال التي تجد فيها الزكاة عروض التجارة يعني ما أعد للبيع والشراء والتجارة عروض سعباً لأن تشمل كل شيء نعم يعمل في الفواكه والخضروات لديه دكان كبير سوبر ماركت يبيع يبيع تفاح وبرتقال رموز وبقدونس وخضروات قلنا هذا ليس إذا كان من خارج من الأرض ليس فيه الزكاة لكن هنا عروض تجارة فلابد من إخراج زكاة عروض التجارة هناك أي في الخارج من الأرض يخرج العشر أو نصف العشر هنا إذا مضى عليه الحول يقدر كم في هذا الدكان من بضاعة قال أربعين ألف يورو إذن فيها ألف يورو نعم كذلك لديه أغنام يبيع غنم في أماكن بيع الأغنام فهذا الآن هل هذه الغنام ترعى لا ترعى هو يطعمها في ذاك الباب باب السائمة ليس على زكاة لكن هنا في باب زكاة عروض التجارة ففيها ففيها ماذا فيها زكاة كم لديه عشر من الغنم ففيها الزكاة هنا لماذا لأن هنا نرجعها إلى عروض التجارة لا إلى السائمة من بهمة الإنعام مفروض طيب أجل ستحان الله عليك ذكرنا أن الزكاة نقسم إلى قسمين زكاة واجبة والزكاة استحب أو إن شئت فقل زكاة وصدق نعم طيب